السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حابة يبنى طلاب وطالبات دبلوم زراعي نظام التلت سنوات نفعة الفين تلاتة وعشرين ازاي ترتب رغباتك صح؟ وهي مؤشرات الكبول بالكليات المختلفة؟ لو انت فوق خمسة وتمانين في المية ترتب رغباتك ازاي؟ ولو اقل من كده ازاي ترتب رغباتك؟ بطريقة منطقية وبطريقة ما يجلكش فيها مشاكل عشان في ناس لقدر الله بعد ما بيكتبوا الرغبات بيحصل مشاكل ويبقى في كلية مش عايزها او معهد مش عايزه فيحصل مشاكل زي ما بنقول فان شاء الله بامر الله نرتبهم مع بعض وانت برضو ليك الخيار الاخير اهم حاجة نبقى متفقين ان الرغبات اللي السيادتك تكتبها تبقى عرفها تمام كده يا شباب؟ مع بعض بقى لو اول مرة حضرتك تشاهد فيها القناة شرفني بالاشتراك وانستشفى الجرس عشان ان شاء الله يجي لك كل جديد وتشاير الفيديو عشان غيرك يستفيد بوس يا سيد الفاضل بقى لو حضرتك دلوقتي جاي بـ 85% في ما فوق في دبلوم الزراعي نظام 3 سنوات اول حاجة طبعا عندك كلية التربية وعندك خمس كليات من كليات التربية كفر الشيخ ده منهور طنطا المينيا المنوفية بشبين الكون ودول كلهم خادوا اكتر من 89% والحياء السنة دي متوقع يكون نفس التنسيق تمام كده يا شباب ممكن بقى يزيد شوية بيبقى في بعض التشابهات ما بين ترتيب السنة دي والسنة اللي فاتت بس على العموم عندك كليات التربية خادت اكتر من 89% سيادتك بعد كده عندك كليات الزراعة ودي خمس كليات المنصورة 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 المنوفية بشبين الكون بنها بمشتهر كناة السويس بالاسماعيلية ودي برضو خادت اكتر من 89% يبقى اول حاجة سيادتك لو جايب مجموع كبير يبقى عندك كليات التربية بعديهم كليات الزراعة او العكس على حسب بقى ما انت شايف اهم شيء تبقى سيادتك عارف انت بتكتب ايه تيجي بعد كده عندك كلية تكنولوجيا وتنمية الزائزي علوم زراعية اكتر من 88% عندك بعد كده كلية السياحة والفنادق تعليم تبادلي اللي موجودة في حلوان واللي موجودة في الاسكندرية ودي برضو مش هتقلة عن 88% في الغالب طبعا عندك بعد كده تشغيل المطاعم بنظام تعليم تبادلي جامعة الفيون اكتر من 87% تمام يا شباب بس هنا برضو في ملحوظة واحد يقول يا مستر انا جايب 86% او 85% ما اكتبش بقى كليات السياحة والفنادق ولا تشغيل المطاعم اللي في جامعة الفيون لا سيادتك طالما قريب منهم في المجموع اكتب الحاجة اللي قريبها من حضرتك اكتبها مفيش مشكلة لان ممكن يحصل بعض التغيرات حاجات تقل حاجات اكتر ولكن طالما قريبها من حضرتك بالنسبة للمجموع وانت حبيبها اكتبها تمام كده نجب على كده لمعهد فن صناعة شوبرا قسم بيولوجي 85% تمام كده كليات تكنولوجيا الصناعة والطاقة في 6 اكتوبر اكتر من 78% اللي في 8 نود اكتر من 70% لان السنة اللي فاتت خادت من 70% فمتوقع السنة دي برضو نفس المجموع او ممكن تزيد شوية يبقى لو مجموع حضرتك اكتر من 85% عندك لحد ما عدت فن صناعة شوبرا قسم بيولوجي وعندك كمان الكليات التكنولوجية مفيش مشكلة طيب لو سيادتك بقى اقل من 85% تكتب ايه طبعا زي ما اتفقنا كده عندك الكليات التكنولوجية الصناعة والطاقة اللي في 6 اكتوبر او اللي في 8 نود تمام كده وعندك الجامعة العمالية علاقات صناعية عندك كمان جامعة عمالية شعبة الفندقة عندك المعاهد العالية بتاعت السياحة والفنادق زي المعهد اللي موجود بالسيوب بالاسكندرية اللي موجود في مدينة بادر بابيكير الغرداء وهكذا وعندك كمان معهد عالي تعاون زراع شبرا الخيمة خد السنة اللي فاتت 65.63% تمام كده يا شباب يبقى عرفت السيادتك لو مجموعك فوق 85% تكتب ايه مفيش مشكلة انك تكتب حاجات برضه اقل شوية من 85% مفيش اي مشكلة خالص ولو مجموع حضرتك بقى اقل اصلا من 85% حاول تكتب الحاجات اللي انا قلت عليها في حدود بقى 88% زي كلية تكنولوجيا وتنمية الزأزي علوم زراعية وهكذا يا شباب تمام كده ربنا وفقك يا رب وكل واحد ينول اللي يتمناه ولو اول مرة حضرتك تشاهد القناة شرفني بالاشتراك من الساشة فعل الجرس عشان ان شاء الله يجي لك كل جديد وتشاير الفيديو عشان غيرك يستفيد كان معكم مستر احمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته